نحن عين من الجاهل ما الذي وصلنا الحكومة بحلقة الجاهل والأمية لأننا لم نقوم بالواجب في الانتخابات و لا تقلقوا بأن الانتخابات في هذه الزوائر أنا كانت تصوت ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون وتصوت وتضع الاختيار صحيح و ٢٠٠٠٠٠ طالب مشتاقين يخرجوا للشارع بغي هو يخرج الشارع بغي هو يحرم رسوم الدراسة و يخرج الشارع لا تسألوا إليهم لماذا هذه الناس المصيرين؟ لماذا؟ أدوى مليار الدرهم الذي ضيعت الحكومة اليوم بالاستهسار لها في تعامل مع هدمين الطلبة الطب و الصيدالة بدون تخرجوا أه مرحبا بكم وأنا كنت طلبة يلتحقوا بالمدرجات و إن شاء الله يكون حل واحنا مش هالحال مش هالحال الاحساس ديالي انا خاص الحكومات وضع الاستيقالة ديالها لانه بينت على انه فشلت في تدبير جميع الملفات الحساسة التعليم فشلت فيه ضياءاتنا في ثلاث شهور من العلم والمعرفة وخالا قد الحال ذاك شي اللي عندنا في المدارس العمومية ولكن ضياءاتنا وضيعات الفلوس ديال المواطن اللي كيخلصنا الدرائب دياله دباء كتضيع نفس الشهور ديال العلم والمعرفة والبحث والتعلم بنسبة لطلبة الاطباء او الطلباء ديال كلية الطب والصيدالة ثم وزارة العدل فيها الموظفين ديال المحاكم الاضراب شنو القطاع اللي اللي اليوم فرحان مكينش فين تمكننا نتكلو على الناس الحكومة ونعرف الشدة ديالها ونعرف القوة ديالها ونعرف الحنكة ديالها فوقها فوقت الشدة في الازمات لازمة ديال التعليم فشلتش تدبيت ديالها ونبعد ثلاث شهور او اربعة شهور عاد نفو الدراسة ودازت الامور عادية واليوم ودوزوا الباكالورية واليوم عاوتني ديال بالطيب والصيدالة اهاو ما ستشهور زي ما بحل ما بقى تهمنا رح نقربنا ونصر سنة بيضاء فاش بقى تتهمنا سنة بيضاء وحنا ستشهور ما قريناش ما بقى ما بقى شي هم سنة بيضاء ولا غير بيضاء فالسؤال اللي كان نطرحنا على نفسي هو كيفاش شنو الاحساس ديال اعضاء الحكومة والوزراء اللي مسؤولين على هاد القطاع شنو الاحساس ديالهم اللي كيشوفو الطلبة مقراوش لمدة ستة اشهور شنو احساسهم باش كيحسوه وش كيدخلوين عسو في الليل ويرتاحوا مع رأسهم ونضو لغدليم شو المكاتب ديالهم كأن شيء لم يكن ومشغولين بالاجتماعات ومحققوه من مكاسب للمواطن المغربي ما ما عارف ما عارفوش يقدروا ينعسو بعد ما كيشوفو بانه ستة وعشرين الف طالب في شارع وكنشكروكم بعد الحكومة كنشكروكم على اللي استعملتو هذا هذا تطور مهم جدا انكم استعملتو اسميتو خرافيش هادوك خراطيم خراطيم المياه خراطيم المياه الحمد لله مضربتو همش الله يجزيكم باخير لمضربتو همش هذا تطور ديمقراطي حقوقي المسنى فيكم هني ألنا بكم هني ألنا باستعمال خراطيم ضد من طلبة شكونا الطلبة مجرمين كيديروا فوضة في البلاد كيهرسوا كيضيعوا أش كيديروا كيطالبوا بحقوق ديالهم أدمية فاش يقراوه وفاش يشتغلوه وفاش يديروا التمارين ديالهم ومتمسكين بسبع سنوات اللي خصوم يدوزوها في الطيب باش يحصلوا على شهادة الدكتوراه في الطيب وانتم ما بغيتوتها بطالهم لست سنين علش باش نشوهو الشهادة ديالهم ودب عام تخرجوا دبا دبا بعد الشهور بعد مضاع العام وخسرنا بدرنا الأموال العمومية للمواطنين بدون تخرجوا دبا دبا بدون تخرجوا اه مرحبا بكم وانا كناش طلبة يلتحقوا بالمدرجات ديالهم وان شاء الله يكون حل وحنا مش هالحل مش هالحل مش هالحل هالحل مش هالحل لعطا الله عطا لجلده واندوزو احبت شخصات منذ مصحي اكلت الدق الدق اللي وكله مقدكمش زادوا هدية الحكومة الاجتماعية ودولة الاجتماعية ليس حركي يطحي الطالب ديالينا في السنة من كانت تحلينا مليون ديالدرهم مليون ونص ديالدرهم عره انضربوا هدف هات السنة اللي ضيعنا هذي راسانه من دوجنبير الى يوليوز سنة انتهت انتهت السنة مش حركة تحرينة 26 ألف طالب 24 ألف طالب 30 ألف طالب وغير مليون ديال الدرهم للواحد هي 30 ألف مليون ديال الدرهم دياله عبد الرحيم العمل يكتب شوف ليش حل مصيفر 30 ألف مليون ديال الدرهم هل يلقمش حل مليار ديال الدرهم اللي ضيعت الحكومة اليوم بالاستهتار ديالها في تعامل مع هده مليف ديال الطالبة ديال الطب وديال الصيدالة لم تتحمل المسؤولية الحكومة هدي ماشي مسؤولية هذا استهتار هذا تقصير هذا استخفاف هذا جهل وتجاهل للحقوق ديال الطالبة هذا تعنت يا سلام كيف تدبر الأزمات هذه الحكومة ولكن طبعا عادي علاش حدوزنا أزمة للتعليم وما كانت شيء مشكلة ما كانت شيء محاسبة وتالس شهور واسبع شهور تايا ما تكون شيء محاسبة ولكن تحاسب عند الله تحاسب عند الله لأن تقهرنا تقهرنا بالمساطر تقهرنا بالاقتراحات تقهرنا بالمدخلة تقهرنا بالندوة الصحفية كل شيء تتكلم ولا حياة لمن تنادي واذا هذه الناس كلهم غلطين وستوى عشرين ألف طالب مشتاقين يخرجوا للشارع بغي هو يخرج للشارع بغي هو يحرم رسوم الدراسة يخرج للشارع ما تسألوش 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 ولكن هناك عيب ما تسألوش في المؤسسات التي تمثل التمثيليات فيهم عيب لماذا تسألوش لأن الشارع فيه المحتجين وفي الطاولة فيهم ناس اللي كي يكونوا كيمثلوا ذلك الشارع وما كيمثلوا تشي حاجة حيث الشارع رأ عمر حيث مني كنكونوا في التمثيلية تنقلوا الشارع بس دخل داركم دخل المدرجات كل شي يدخل هذا هو التمثيلية لأننا نبدأوا في الحوار من لي بغض النظر على الموضوع بغض النظر على الشروط اللي جبتوا بغض النظر على الجويد اللي كاتب حتوا عليه بغض النظر كيف يمكنوا أن يكون هناك الجويد وانتم صابرين وساكتين وقابلين طلبة من يقرأ شهور فين هو الجويد هذا كيدل على أن النية ما فيهاش الجويد البحث والغاية ما فيهاش الجويد لكم مآرب في ذلك لكم مآرب أخرى لا نعلمها ولكن التاريخ يسجل على هذه الحكومة ما طرأ في الدراسة لا التعليم ولا الطب والصيدرة فهذه السنة سيسجلها الطاريخ سيسجلها وقت وقت تكتب سيسجلها بعد سنوات ونقول في عهد هذه الحكومة ما هو وقعه أي حكومة حكومة التي كانت لديها دولة اجتماعية دولة اجتماعية ما هو الأساس الاجتماعي إلا ما كانت الدراسة والعلم والمعرفة والبحث الذي لدينا تضخم الجهل والأمية نحن عينا من الجهل ما الذي وصلنا الحكومة بحلقة الجهل والأمية حيث ما قمناه بالواجب دينا في الانتخابات وما تقلوش قولوا للي انتخابات فيها تزوير اذا كانت خرج 22 و 22 و 15 مليون تصوت وتصوت وتدين اختيار صحيح ما غير يكون مجال نهائي لذوء وما تخلطوش ما بين الأمور اللي هي ديمقراطية اللي منخرط فيها البلد دينا وحقوقية ومنخرط فيها البلد دينا وبين سلوك وتصرفات وتدبير سيئ دينا بعض المسؤولين الثاني لا يلغي الأول الانخراطة ديال الدولة ديال المملكة المغربية فيما نحقق الآن والكل يشهد بهذا لكن في داخلنا داخلنا حنا عافي اللعيب فين كين والله لن نفقد الأمل ما غير نفقدوش الأمل وما غير نسمحوش في بلادنا وغير نستمرو وخال كلام دينا ما عنده حتى شي قيمة ولكن سمرو حنا غادين كناكلوا شوية بشوية من ذاك الأمية هذه الأمية اللي هي واسعة حنا كناكلوا منها شوية بشوية كل واحد يسهم كل ما له غير على بلاده كيسهم بشوية بشوية حتى ناكلوا ذاك الأمية وما تبقاش ونشوفو أشنو غيكون ما صير هالتفاهة والرداءة واللمسؤولية اللي عندنا غد تخبر مع الوقت مع الصبر ومع الأمل غد يتخبر إذن إن لم يكن عندكم إحساس وغيرة وندم وضمير كي أنبكم وكي عدبكم على ما آلت إليه هاد الفئة دي القلبة هاد الحزن اللي خلقتوا فيهم هاد الطراب اللي خلقتوا فيهم راكم أتستمروا ولكن مرة أخرى مثل شعبي قالوا أشك يدير باك قالوا غيات ولنفار قالوا الحمد لله لرمضان تقادا باش ما أعطى الله إلا استمرت الأمور ما زلنا عامين نصبروا ولكن تنطلب من المغاربة يأخذوا الدرس ويسعبوا ويكونوا مسؤولين ونتحملوا كلنا مسؤوليتنا فردا فردا والنهار اللي يكون عندنا التخابات نعرف بأننا دور مقدس مهمة مقدسة مهمة دستورية مقدسة ويحسنا نكون مسؤولين ونبحث ونعرف وبرك علي من الكرسي الفارغ ولا الصناديق الفارغة ولا الصوت الفارغ قولوا